يعني من انا وعمري 12 سنة تقريباً لصار عمري 18 سنة كنت اشتغل واتعنم يعني حتى جبت ناس على البيت انو بيفصلنوا بالليل الفساطين اللي بدي اياها بيشتغلوها بغيبته برجع بجي بشوف شو انو محترف يعني اشتغل باحتراف ايه لا لا احتراف ايه بس لما صار عمري 18 سنة قلت بدي انتحن حالي بدي اجرب نفسي بدي سافر بدي سافر بدي سافر سفرت على بريز على والتحقق كي بدي فلوس منين؟ عدرت السافر بريز صار عندي كتير فلوس اوه من شغلك؟ من شغل اكيد وانت عندك 18 سنة؟ انا وعمري 10 سنة كان معاك فلوس ايه لان طلعت كتير ما صار قبل اه اوكي المهمة في الشارع وفي البلد وفي كل مكان الي صعب 17 سنة 18 سنة انا رايح الي مية بالمية من 18 سنة رايح الي لا قبل 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 صدقنا 16 سنة رايح الي اكيد 16 14 12 طب اهلك كانوا بيقولولك ايه؟ اهلي بالاول يعني اكيد ابتدوا يسمعوا اكيد حدا ابتدوا يوسطهم يا ست امو ايه والله ايه ما غلبنا ما بيخلصش لا لا مش هيك بس بيه اول شي امي بعدين بيه باول الطريق محبه شو عم بعمله طبعا ما حبه ابدا ابدا يعني حتى اه حتى انو انو اوكي انت عم تعمل هيك منشان منشان ومنشان العيلة بس نحنا ما بدنا نحنا ما ندبر حالنا بس انت اه انو انا الصبي الكبير ما بدي انو انا انزع اقوتي انو يطلعوا بالعالم يما عرفت كيف طبعا المزورية دي اخد شهدتك وبعد كده بعمل بكل بساطة الدنيا يعني مثل كل العالم انا ما سمعت انو اوكي 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 بيقلك انو هني قبل قبل ما صار عمري 20 22 سنة ما ما سمعوني انو هني راضين انو انا شعون بعمل لان هن براسون انو عزك دكتور ما بدن انو اكون خيات يعني ما بدن انو اكون كلمة خياط. ما كانش في الديزاينر. ما كان في هالشي. بس انا من يوم العمر 18 سنة وقررت انه افتح اول اتولياء رسمي لقلي. قررت انه انا بدي خمس بدي اعملها شغلتي. لان ستطلع وراي يلاقي كل يعني ادي في ناس عم تحبي اللي انا عم بعملو. انه صرت يعني صرت اكتر من نص الطريق. وبلشت وبالك من انا عمر 18 سنة صار نوع من يعني متل انطلاقة كانت بكل المنطقة العربية. فرحت قلت اجرب نفسي في باريس شوف بقى. رحت على باريس لقيت حالي عم ضيع وقت انه ولاد عم يلعبوا انه واني انا انه واني كنت صاير بالخبرة اللي عندي اياها بالخياطة وبالاشياء. انت لقيت الباريزيان خبرتهم اقال منك. بشيء مع ايه. اه اوكي. لقيت انه انا ما عندي وقت ضايعه ابدا. انه ما بدي ضايع وقت عالفاضي. جيت وفتحت اول قطولي على قليل وهي كانت من يومتها. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا